السلام عليكم يا حضرات المصروف اللي بنيديه لولادنا صح ولا غلط مميزاته وعيوبه كنت عملت فيديو قصير من فترة كده وكنت بانصح البارنتز عن تجربة شخصية ان هما يبطلوا يدوا ولادهم مصروف وان هما بدالوا يدوهم مرتب في نظير عمل محدد يقوموا به وعايز بقى النهاردة اقول لحضراتكو وكهة نظري واقول لكم المميزات والعيوب في وقت نظري وقول لحضراتكو برضو بعض ردود الافعال من حضراتكو الناس اللي علقت على الفيديو القصير ده يعني قالوا ايه او كان ايه واجه اعتراضهم وحاول ان انا يعني اوضح برضو بعض النقط هنا اقول لكم فكرتي ازاي بس اهم حاجة ان حضراتكو تبقوا عارفين في البداية ان الهدف من الفيديو ده هو ان احنا نحاول نوصل بيه وبفيديوز تانية بحاول اعملها في المستقبل وعملت في الماضي كتير لنصايح للبارنتز نصايح للطلبة نصايح للتيتشرز عن تجروبتي الشخصية او عن درستي وعن يعني خبرتي مع الولاد ومع التعامل مع اولياء الامور وكده ان احنا نوصل لحاجة احسن نعمل حاجة احسن مع ولادنا نطلع ولادنا مسؤولين اكتر نطلعهم بيعرفوا يذكروا لوحدهم نطلعهم عندهم يعني اقبال على العلم عندهم نجاح في مدرستهم في كليتهم في شغلهم بعد كده يعني ده الهدف الاساسي فما فيش هدف غير كده يعني فحابب من حضراتكو تفاعل معي علشان يكون الهدف ده نقدر نوصل له يعني انا هقول لحضراتكو وكتنظري وبعض افكاري وحابب حضراتكو تعلقوا وتعملوا كومنتس اعملوا شير للفيديو ده نخلي فيه conversation حوالين الموضوع يعني لعله وعسى نقدر نفيد بعض بخبراتنا كلنا طيب نبدأ بقى اول حاجة موضوع المصروف موضوع المصروف في رأيي مشكلة كبيرة للولاد ويعني عن حاجات كتيرة بقى مش عايزين نتكلم في تفصيل كتير انما انا عارف انها مشكلة كبيرة للولاد وتقدروا تلاقي امثلة كتيرة يمكن من حياتكم من حياة ناس تعرفوهم ان لما الولاد بياخدوا مصروف سبوعي او مصروف شهري او كده بيبقى ده بالنسبة لهم حق مكتسب لازم ياخدوه وبعد كده بيبقى المصروف ده مهم جدا نعرف حيتصرف في ايه يعني الفكرة هو مصروف خلاص بيتاخد كده كده فما فيش نوع من الامتنان نوع من الاحساس بقيمته لان ببساطة دي حاجة انا باخدها كده كده كل اسبوع او كل شهر ومتعود عليها وده حقي وخلاص فما فيش اي تقدير للموضوع دي نقطة مهمة جدا وهو ان احنا نفقد التقدير على الرزق او التقدير على الفلوس اللي بتجيلنا من اي مصدر فدي حاجة احنا بنعودهم عليها ان هم عندهم مصروف موجود كده كده مشكلة تانية بتيجي المصروف ده حيتصرف في ايه لو كان المصروف ده حيتصرف في اساسيات الحياة للطفل يعني في الاكل وفي الشرب وفي اللبس وفي المواصلات وفي الحاجات دي بيبقى عندنا مشكلة ساعتها كبيرة طب المصروف ده المفروض يكون قد ايه طب ما كل حاجة غلية طبعا عايز مصروف زيادة المصروف ده قليل طب ابتدي بقى استلف من حد من صحابي طب ممكن يكون فيها يعني بداية افكار منحرفة شوية لو المصروف ما هواش للمصاريف الاساسية ولكن هو للحاجات الدلع يعني الاكل والشرب واللبس والمواصلات وكل ده احنا بنتفحها كده كده والمصروف ده ليك عايز تجيب بيبقى حاجة زيادة هدية لعبة لو انت طفل صغير كتاب هدوم زيادة لو حد كبير حتعزم حد من صحابك جيب هدية هداية عدميلاد لحد من مثلا زميلك حاجة زي كده يعني بقت اصبحت نوع من الرفاهية او كده ممكن برضو وارد ولكن برضو في النقطة دي بيكون المصروف ده حق مكتسب مفيش تأدير ليه وبتبتدي تظهر مشكلة ان احنا كبيرنس بنبتدي نستعمل المصروف كنوع من التهديد او العقاب طيب انت ما سمعتش الكلام انت جبتي درجة وحشة طب مفيش مصروف حنمنع عنك المصروف لمدة اسبوعين حنمنع عنك المصروف لمدة كسا ويبتدي هنا يبقى فيه بقى الصراع ده او على موضوع المصروف ده منعات عني المصروف ليه ما كانش المفروض تمنع عني المصروف المصروف ده من حقي ايه انا باخده كده كده لا ده مش من حقك ده انا بديهولك زيادة حنبتدي نعمل مشاكل كتير وياريت تقولولي اين مشاكل ممكن تكون وجهتكو في موضوع منع المصروف ده كمان لما احنا كبيرنس بيبقى في ايدينا حاجة نمنحها عن الولاد زي المصروف او احنا كمدرسين في المدرسة مثلا في ايدينا درجات بنمنحها عن الولاد كعقاب بيبتدي هنا مشكلة كبيرة اوي ان الدرجات اللي عندنا علشان نعاقب بها الولاد بتخلص والفلوس بتاعة المصروف اللي احنا حنمنحها بتخلص يعني لو الولد مصروفه مثلا 100 جنيه وانا قلت له لأ انا النهاردة حخصم لك 20 جنيه من مصروفك علشان انت عملت كذا وبكرة خصمت له 50 جنيه وبعد بكرة خصمت له 20 جنيه خلاص كده ما بقاش فاضله غير 10 جنيه هتخصم ايه تاني نفس الشي في الدرجات لو كل مطالب يعمل حاجة وحشة هشله درجات طيب انا بعد شوية خلاص ما عنديش درجات تانية اشيلها علشان كده موضوع المصروف ده بيعمل مشاكل كتير للبيرنس وللولاد مع المرور الوقت نقطة تانية مهمة جدا في رأيي هو ان المصروف كمان انا مش محضر الفيديو بس شانت بعارفين انا بتكلم كده بسترسل يعني فسامحوني لو مش منظم اوي في ارائي يعني فأفكاري فحاجة تانية برضو بتعمل مشكلة في موضوع المصروف هي المقارنة ببتدي اقارن أصلنا صاحبي بياخد كذا مصروف اش معنى هو بياخد اكتر مني ابن خالي ابن عمي ابن عمتي بياخد مصروف اكتر مني اش معنى ده هو يعني بابا يبقى اخو بابايا ازاي بقى هو بياخد مصروف كتير وأنا باخد مصروف قليل طيب هنقول لعص الشغل طيب زميل بابا في الشغل بيدي ولاده مصروف أكتر من ما أنا باخد وبتدي المقارنة دي تعمل مشاكل كتير وبتعمل حوارات ما بين أولياء الأمور وما بين الولاد مالهاش لازمة كتير طيب دي العيوب في رأيي والعيب الأكبر هو حاجة يعني بنسميها في علم النفس يعني اسمها entitlement الإحساس إن ده حق مكتسب الإحساس إن أنا ده من حقي إن أنا كل شهر أخذ مصروف كذا ده من حقي ده حق دستوري تمام وهو مش حق ولا حق المصروف ده مش حق حقك علي كابني أو كابنتي إن أنا أخلي عندك بيت تسكن فيه معنا بتاكل وتشرب بتلبس لبس كويس بتتعلم خلاص ده حقك علي إنما أنا أديك مصروف ده مش حق إنما هو شايف إن هو بقى حق ويبتدي إن هو يطلبك به ويبعاه زيادة قدتها ماشي الشباب طبعا الولادة اللي سامعيني ممكن يزعنوا من الكلام ده بس ركزوا فيه أهم حاجة بقى هو إن إحنا لو ألبنا المصروف إلى مرتب يعني إيه مرتب يعني فلوس بناخدها في مقابل عمل مش فلوس بناخدها وخلاص بناخدها في مقابل عمل بنربي عند الولاد حاجة مهمة جدا وهي إن هما يفهموا إن الحياة الدنيا مش هيكت لما بنعمل عمل معين بناخد فيه أصاده فلوس والمبدأ ده بيرصخ حاجات في الولاد أهم كمان من موضوع الفلوس بتاعة الليل المرتب بتاعة الشغل بيرصخ فيهم مبدأ الثواب والعقاب مبدأ الجنة والنار المبدأ ده نفسه حاجة نظرية بنتعلمها في الكتب بنتعلمها في الدين إنما ما بنعيشهاش الولاد لما يتعودوا على الفكرة دي حيعيشوها إن هو أنا لما أعمل شغل كويس حاخد أصاده ثواب ولما ما عملش شغل مش حاخد ثواب ولما أعمل شغل وحش حاخد أصاده عقاب وده أبسط ما يكون بالفلوس يعني ثواب والعقاب اللي هو بالكلمة ونحن نخصمهم ونتخانق معاهم ونضرب وما نضربش ونزنب وكده ده مش يعني مش سهل قوي استيعابه للأطفال خاصة إنما الفلوس الموضوع سهل قوي ما ظنش إن فيه أي حد من حضراتكو اللي من حضراتكو بيشتغل موظف في أي مكان ما ظنش إن أحد فيكو عنده تعقيد في مخه في فكرة السواب والعقاب لما بتيجي في الخصومات أو الجزاء أو المكافآت في الشغل الموضوع واضح جدا لو خلصنا الحاجة دي في الوقت المحدد ده هيبقى فيه زيادة 10% في المرتب لو الحاجة دي ما خلصتش في الوقت ده فيه خصم 10% من المرتب وكلنا متقبلين الفكرة دي فتعويض الولاد منهم صغيرين على فكرة السواب والعقاب والكلام ده عن طريق الفلوس أظن في رأيي مهمة جدا طيب أنا حقول لإعتراضات اللي حضراتكو بس لمحدش يزعل مني بس سريعا كده أقول لكم آخر فكرة عندي نقطة تانية المهمة قوي إن هم بيبتدوا يحسوا بقيمة الفلوس دي لما حضرتك تدي ولادك مصروف والمصروف ده هم مش محتاجينه أو حتى لو هم محتاجينه بس ما تعبوش فيه مالوش قيمة كبيرة بالنسبة له لما يروحوا يشتروا حاجة من محل والحاجة دي معروضة قدامهم بعشرة عشرة دولار عشرة جنيه عشرة ريال هم ما تعبوش في الفلوس اللي معاهم فمش فرقة معاهم حيشتروها وخلاص لو هم عارفين إن فيه محل تاني ممكن يكون بيبيع نفس الحاجة دي بسبعة بس هيتعبوا شوية زيادة علشان يروحوله لو هم مش تعبنين في الفلوس مش حيروحوا إنما لو هم تعبنين في الفلوس حيفكروا إزاي يدوروا إزاي يدبروا إزاي يوفروا ودي كلها صفات مهمة جدا لأي حد من ولادنا عشان يتعود إن هو يقدر يعرف يعمل ميزانية لنفسه يقدر إن هو يرشد الاستهلاك بتاعه يقدر إن هو يحسب اللي داخل كام اللي طالع كام إزاي قدر أوفر إزاي قدر أحوش وهكذا فكل ما الولاد بيتعبوا في الفلوس دي كل ما يكون الموضوع بالنسبة لهم أحسن بكتير فالموضوع محتاج من وهم صغيرين نعودهم عليه وصغيرين أقصد صغيرين جدا يعني ممكن نبدأ من سن صغيرة قوي 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 بحاجة بسيطة جدا بحيث إن الولاد يبتديب عندهم المبدأ ده ماشي دي كده فكرتي بسرعة بقى الاعتراضات اللي حضراتكم اعترضتوا عليها في البوست الأولاني بتاعي الاعتراض الأول اللي أنا شفته فيه ناس قالت إن ده غلط لإنه بيلغي فكرة التعاون ما بين الولاد وما بين إخواتهم وما بين الأب والأم وهكذا يعني المفروض إن إحنا مثلا ننظف البيت بتاعنا كلنا لإن ده واجب علينا وإن إحنا بنتعاون مع بعض إنما مش لما أنظف تديني فلوس ولما ما أنظفش ما تدينيش فلوس لا ده كده مش صح أنا كده بعودهم إن هم يكونوا ماديين طيب هنا النقطة أول حاجة أنا ما قلتش إن إحنا نقول لهم يعملوا الحاجات الأساسية في حياتهم في مقابل مادي أنا ما قلتش كده خالص بالعكس يعني مثلا نفترض إن ولاد حضرتك أو ولاد حضرتك كده كده أنتوا معودينهم إن هم لازم ينظفوا قضتهم يغيروا الفرش بتاع سرائرهم ينظفوا الحمام الجنب قضتهم أو الجو قضتهم على حسب يطبقوا الغسيل بتاعهم مثلا أنتوا معودينهم على كده تمام؟ أما مثلا تنظيف المطبخ فده من اختصاصي أنا والله أنا ممكن أخليك أنت تنظف المطبخ في مقابل بقى مادي زياد إنما مش أخليك تنظف قطك أنت في مقابل مادي لأن دي حاجة أساسية أنت مسؤول عنها فكل أسرة على حسب إيه الحاجة اللي هم قراد يحطينهم دي أول نقطة تاني نقطة صراحة يعني أنا لما بتكلم عن الموضوع المرتب ده ما كنتش بفكر خالص في الأعمال المنزلية يعني مش أنا عارب دي أول حاجة الناس فكرت فيها وأنا قلتها كمثال إنما نقصد العمل يكون في العمل يعني كل واحد من الولاد دول يا إما بابا بيشتغل يا إما مامته بتشتغل يا إما بابا ومامته بيشتغل حضراتكم حتخليهم موظفين عندكم يساعدوكم في الشغل بتاعكم أنا مثلا ولادي بيساعدوني في شغلي وأنا يعني ولادي كبار فعلى قال بنتي كبيرة بتساعدني مساعدة وهي موظفة حقيقية ورسمية ولها معاشات وتأمين بيدفع وضرائب وكل حاجة ده حاجة بالنسبة لي أنا بس ده لإن أنا عندي شركة وعندي شغل خاص فمن حضراتكم عنده الوضع ده يقدر يعمل كده مع ولاده بسهولة جدا اللي عنده صيدلية اللي عنده عيادة اللي عنده شركة اللي عنده مكتب محمال اللي عنده مكتب محاسبة اللي عنده شغل خاص يقدر يشغل ولاده حقيقي في مكان العمل ده يعمله شغل بجد ويديه مرتب بجد طيب اللي ما عندهوش الحاجة دي اللي بيشتغل موظف في مكان معين يقدر يخلي ولاده يساعدوه في الحاجة دي أنا هقول لكم على مثال مثلا أنا والدتي أستاذة في الجامعة فوأنا صغير وأنا طفل صغير كنت بساعدها في ترتيب الأوراق بتاعت الطلبة يعني مثلا كل الطلاب الأساميهم بتبتدي بحرف كذا حطهم لي هنا والأساميهم بتبتدي بحرف كذا حطهم لي هنا وبعدين خلصت الورق ده ربطه مع بعض وحطه جوه الفايل ده ما كانش مدفوع يعني ما كانش فيه فكرة المرتب دي إنما أنا فاكر إن أنا كنت بعمل كده فاللي من حضراتكو عنده الوضع ده يقدر يخلوا الولاد يعملوا شغل معين في البيت يساعدهم في الشغل الحقيقي بتاعهم حتى ولو كان الشغل ده ملوش لازم قوي نخلق لهم الشغل ده تمام ونديهم في مقابل مقابل مادي للشغل ده علشان يحسوا بأهمية الشغل وأهمية العمل وأهمية إنهم يكسبوا في نظير العمل بتاعهم ده تمام يبقى أنا حديك والله كده كده 100 دولار 100 جنيه مصروف بدل ما حساميه مصروف حساميه مرتب وعلشان تاخده لازم تعمل حاجات محددة ويبقى فاهم إن فيه حاجات محددة لازم تتعمل ولازم تتعمل بجودة معينة ولازم تتعمل في دادلاين معين ولازم تتعمل في وقت محدد وهكذا وهقول لحضراتكو على حاجة سريعة أنا أعملت الكلام ده مع ولادي زي ما بقول لحضراتكو وشفت إن فيه نتيجة كبيرة كمان مش بس في الموضوع بتاع الفلوس إنما كمان فيه الدراسة في المذاكرة إن الولاد بيبتدوا يفهموا مبدأ إن أنا لما أخلص الحاجة اللي علي بالطريقة اللي المفروض أخلصها بيها في الوقت المحدد اللي المفروض أخلصه فيه بكسب لما بتدلع لما بتلكع لما بكاروت بخسر ده مبدأ عايزين نعلمه لهم وأظن دي طريقة كويسة لتعلمهم أرجو إن حضراتكو تفكروا في الموضوع ده وتجربوه لو حبين وتقولوا لي قراءكو إيه مميزات وعيوب الموضوع وإن شاء الله للحديث بقية بإذن الله شكرا حضرت سلام عليكم شكرا حضرت شكرا شكرا